انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العربي الرابع للمياه في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك تحت رعاية دولة فلسطين يحمل المؤتمر شعار الأمن العربي المائي من أجل الحياة والتنمية والسلام ويحظى بحضور رفيع المستوى من قبل وزراء المياه العرب ويتزامن المؤتمر مع انعقاد مجلس وزراء المياه العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مناقشات واكتماعات هامة استضافتها جامعة الدول العربية حول قضية الأمن المائي العربي بدأت بالمؤتمر الرابع للمياه الذي نظمته دولة فلسطين لوضع حلول استراتيجية لقضية المياه في المنطقة بمشاركة عدد من ممثل الدول العربية تحت شعار الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام ليكون المؤتمر منصة دولية يجمع شركاء وأصحاب القرار للدفاع عن حقوق المياه الوقوف كدول عربية شقيقة بشكل متعاضد بموضوع المياه الوقوف على ضرورة تحقيق الأمن المائي عبر أولا الدفاع عن حقوقنا مع البلاد الأخرى وأيضا عبر الاستعمال الأمثل للمياه المتجددة في القطاعات المختلفة إن كان في الزراعة أو في استعمالات الخاصة نحن في هذا المؤتمر اخترنا شعار أن يكون مؤتمر العرب رابع من أجل الحياة والتنمية والسلام وهذا الشعار يختصر الحالة العربية بشكل عام في الموضوع المائي الذي أصبح اليوم الهم الأكبر كيف نستطيع أن نحقق استراتيجية الأمن المائي المقرب من مجلس وزراء المياه العرب وبالتأكيد أن هناك تحديات كبيرة تواجه المنطقة العربية نحن نعرف أن أكثر من 60% من الموارد المياه العربية في الدول العربية تأتي من خارج حدودها تأتي أهمية عمل هذا المؤتمر في هذه الأيام أول شيء لوجود التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية والشغل الثاني أو الهدف الثاني للوصول إلى أمن المائي عربي المناقشات استمرت بعقد الدورة الرابعة عشر لمجلس وزراء المياه العربية بتسليم دولة لبنان الرئاسة لدولة ليبيا وتم التشاور حول أجندة عمل المجلس لهذه الدورة ومداخلات الدول الأعضاء لدعم الموضوعات التي تشجع الدول على العمل الاستراتيجي العربي المشترك لتحقيق أهداف الأمن المائي العربي وتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات والبرامج المشتركة لتقديم خدمات المياه بكفاءة للشعوب العربية حقيقة الدورة الرابعة عشان نطلع إلى صدور قرارات مهمة خصوصا وأن هذه الدورة تأتي بعد نجاح الكبير لانعقاد قمة كوب 27 في شرم الشيخ والتي ضمن ما أنتقته هذه القمة هي صندوق للخسائر والأضرار وفيما يتعلق بالانبعاثات وكذلك أرزبع درجة حرارة العرض والآثار السلبية لتغير المناخ على الموارد المائية حقيقة تقدمت عروض من كافة الدول العربية وكانت كلها عروض حقيقة تصب في صالح الأجيال القادمة في تحقيق الأمن المائي جلسات عديدة ناقشت تحديات ندرة المياه والحلول نحو تحسين تخصيص المياه في الزراعة في المنطقة العربية في ظل هذه الظروف للخروج بتوصيات لعرضها على قمة المياه في مارس 2023 بالولايات المتحدة الأمريكية لتكون المنطقة العربية حاضرة في كل المحافل الدولية للدفاع عن قضاياها محمود جميل التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر